أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن مشاركته في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأطفال والأسر في قطع غزة تضامنا مع حق الطفل في الحياة وحصوله على المساعدات الإساسية وفي بيان له أكد مجلس القبائل والعائلات المصرية أن مشاركته بقواف المساعدات تأتي اتصاقا مع جهود الدولة المصرية لرفع المعاناة عن الأطفال في قطع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدونها وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة نيفين عطمان قالت إن ما يتعرض له الأطفال في غزة يخالف كل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية ولا بد أن تتوقف الأعمال العدائية التي يذهب ضحيتها الأطفال وتنتهك كل حقوقهم شكرا